نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا بمناسبة انطلاق الدورة الخامسة من اعمال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول ايجبس 2022 وذلك في فترة من الرابع عشر الى السادس عشر من فبراير الجاري تحت شعار شمال افريقيا والبحر المتوسط ضمان امدادات الطاقة واصلت تقرير ضوء على الاشادات الدولية التي حظيت بها الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ايجبس 2022 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن نمو قطاع الطاقة المصري حيث اتفق المشاركون على ان مصر باتت تلعب دورا محوريا في المنطقة في منطقة الشرق الاوسط في مجال انتاج وتوزيع الطاقة